هو ده بداية طعم انك انت تحس بربنا وبالايمان حاجة تانية وبعدين الاعتكاف انا من وانا صغير ليه يوم في الاسبوع الاعتكاف ما ببتش في المسجد انا بروح اصدر المغرب واقعد لحد صراطة العاشة بس ما كلمش حد خاطص بقرى صورة البقرة صورة البقرة مظبوطة على المغرب العاشة مظبوطة رائفت خلاص اقل حاجة وسيطة لو انت قال انها جزئين ونص وجزء تلت ساعة هاي بساعة وشوية مظبوطة اه ساعة وشوية فهي مظبوطة على المغرب حالانا كمية الراحة النفسية اه انا بنصح بنصح الناس والله يجربوا كمية الراحة النفسية اللي بتجيلك بعد وانت خارج من العشة حاجة تانية خاطر صحيح لان احنا حياتنا كلها يا استاذ محمود توتر صحيح كل حياتك توتر صحيح وحياتي مع مرضى ان لم اكن افض الشحنة واشحن البطارية مش عين في عقل اسؤال بس لو استاذ ان حضاك نسأل انا عايز اعرف هل الراحة النفسية للانسان بيشعر بيها هل لها تأثير على اجهزة الجسم على الجهاز الهضبية يا عارق دوري ده انا انا عارف ان استاذ محمود صائد تالت خلتها طب اه انت كده صائد اولى اولى طب اه كويس اه وده انا عادت لما دخلت سنة اولى عادت معا ده انت عارف هو لسه مجعني في خمسة من كم يوم اه فنزلني تاني ساقاتني في خمسة ده كترة كترة ما تعرفش التوصل حالتك لا تتخيل العلاقة اه بين وظائف الاعضاء مهم وبين حالتك نفسية تماما لا تتخيلها ده اعرف اعرفه في غدة فوق الكلية ربنا عاملها احتياطي احتياطي يعني هي لا تعمل خالص اللي هي الجزء الداخلي من الغدة الكذرية اللي فوق الكلية لا تعمل إنما ربنا عاملها لك اسد طلع عليك مهم محتاج بقى كل حاجة قوة قلبك يدق زيادة وتعرق وتزود التمثيل الغذائي عشان اجري مهم عشان نسيل فده اسمها غدة أنا مسميها للطلبة البخ اه خوف كما أقولك بخ تشتغل مهم فأنت لو عشت ببخ على طول شغالها على طول تعالي ضغطك وتزود ضربات قلب شيء صعب جدا تبهدل الجسم اه مع إنها غدة ربنا عاملها بس معاملها للاحتياط الناس بتستخدمها من غير الاحتياط عايش في السريس طول عمر اه فهي شغالها على طول خلاص تغطو حيال ايوه تغطو بعد شوية حيال بلاش هتلاقي التمثيل الغذائق عنده مش سليه اللي هو يعني وكأن الله عز وجل المسألة مش مسألة بس تدين ايوه المسألة راحة راحة الإنسان حتى يستطيع أن ينسجم ويتعمل مع الحياة ايوه مش كده برد هو ربنا عايز كده هو عايزك تبقى سعيد وكل أحرك لو قريت القرآن ستالاف وتلتمية وشوية آية هتلاقي كل الهدف إنك تبقى سعيد صحيح هو عايزي رايحك صحيح من يحيد أنت حر بقى صحيح